أما بعد فقد روى مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلما قد الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف فإني أراكم أمامي ومن خلفي ثم قال والذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا قالوا وما رأيت يا رسول الله قال رأيت الجنة والنار معناه لو تعلمون ما أعلم أنا من أمور القبر وأمور الآخرة كان قل دحككم وكثر بكاؤكم معناه لو كنتم تعلمون ماذا يوجد في القبر من أهوال القبر وماذا يوجد في الآخرة من العذاب والعقوبات كنتم تمشون في الطرقات وأنتم تصرخون من الهول من الخوف وما كنتم تضحكون وما كنتم تعلمونه اخبارج شكرا